من أرقى وأجمل العطور ما يخرج من لسانك ويسمعه غيرك ويشعر به من حولك الكلمة الطيبة صدقة مساء الخير لمن يظهرون القلب بحروفهم الجميلة مساء الخير للحياة للنوايا الطيبة للإفتسامات الصافية مساء الإيمان والتوكل على الرحمن اللهم اجعل هذا المساء مملوءا بالأجر مصحوبا بالعافية ومختوما بالمغفرة اللهم في هذا المساء اجعل لنا حظا في كل خير تنزله وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه اللهم في هذا المساء المبارا متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بصحة وعافية أتمنى لكم طبعا الصحة والعافية ايه والسعادة والستر في الدنيا والآخر يا رب طبعا الأيام دي عارفين احنا بنمر بأزمة اسمها كورونا طبعا انتشار الأمراض في الزمن ده اكيد الأمراض سبحان الله يعني اي شيء نقول كل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحان الله ربنا مش هيصيبنا بشيء الا هو كتبه لنا فطبعا ما نخافش كل الناس خايفة وناس مرعوبة يعني خلاص سبحان الله ما حدش يخاف من الموت ولا من الأمراض ربنا كتبها لنا ربنا كتب لك هتموت بإيه وهتموت الساعة كام وإمتى فالواحد سبحان الله ما يخافش من أي شيء بس سيبيها على ربنا وتوكلي على الله وخدي بالأسباب طبعا مرض كورونا ده مرض زي أي مرض بس طبعا انه هو لسه ظاهر ملهوش أي علاج فاحنا ممكن ناخد الحاجات اللي هي تأوي المناعة شوية أنا اخترت لكم اليوم عصيرين عصير البرتقان وعصير الليمون بجد حلوين جدا للبرد والتقوية المناعة حلوين في الشتاء في البرد حلوين في الصيف كمان يعني ممكن نشربهم بردين وممكن نشربهم سخنين أول شي أنا هعمله واخترت طبعا عصير البرتقان بالجنزبيل عصير مشروب حلو جدا جدا وزي ما قلتلكم نشربه سخن أو بارد زي ما بتحبه وعندي كمان عصير الليمون اللي اتنين ممكن أضف لهم العسل أو ممكن بدون العسل طيب عندي ايه مقاديرهم هما مالهمش مقادير كتير قوي يعني هو عندي أهم شي هنعمل أول مشروب معانا مشروب البرتقان بالجنزبيل أحتاج لنص معلقة من الجنزبيل شايفين الجنزبيل بيكون شكله كده الجنزبيل الطوزي لو ما عندكيش برضو جنزبيل طوزة الفرش ده ممكن تجيب الجنزبيل البودرة ونبشوره بالمبشارة بأي شيء عندك ممكن تقطعي صغير زي ما بتحبي المهم يكون صغير علشان ايه وانا بغليف الميا بسرعة يعني ما ياخدش وقت ونستفيد من فوائده طبعا وعندي عصير البرتقان ومعايا طبعا شوية من القرفة وواحدة بس من القرنفل ده ممكن يعملي كوبايتين أو ممكن تعمليها كوباية لو انت بتحبي مركز وعندي طبعا ربع كوباية عصير البرتقان وعندي قرفة وقرنفل زي ما قلت لكم ممكن القرفة تجيبوها عدان طبعا بتدي نتيجة حلوة جدا طيب طريقة العمل ازاي هنحط نصف كوباية من الميا نخليها تغلي شوية هضيف عليها نصف معلقة من الجنزبيل او معلقة صغيرة ادي دي كده مثلا من الجنزبيل الفراش يعني انا هعمل لكم اقدار كوباية واحدة وهضيف عليها رشة من القرفة وواحدة بس من القرنفل او زي ما ناس بتقول عليه المصمار القرنفل ده فويده كتير جدا الجنزبيل طبعا احنا عارفين ليه فويد كتير جدا بترفع المناعة البرتقان كمان حلوة جدا هضيف بعد كده عصير البرتقان اسيبهم طبعا اقلبهم شوية واسيبهم يغلوا معي شوية واضيف عصير البرتقان كمان عليهم واخليهم لما يغلوا الناس اللي بتخاف ان هي ان هي بتقول علي ان هو ما ينفعش ان هو ممكن ان هو يدغلي يعني فخلاص ممكن تغدوه كله على البارد ممكن تحطي ده في دورة كله على البارد وتحطيه مثلا لاربع ساعات خمس ساعات او ممكن تحطيه في التلاجة او خارج التلاجة وتشربه منه كوبايتين في اليوم ممكن على الريق طبعا بتكون فويده اكبر او ممكن تغديه في خلال اليوم المهم كوبايتين يعني ينفع للكبار وينفع للصغار بس الناس اللي معادتهم فيها قلم او عندهم التهابات في المعدة طبعا اللمون والجنزبيل او البرتقان بيكون مش كويس ليهم فده لازم الواحد يتأكد قبل ما يشربه تواقب يحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن والاملاح الفيتامينات الزيوت الطيارة مضاد للأكسادة يعني لازم لصحة الجسم وكده بعد ما غلى معايا خلاص غلى غلوتين بس بجيب الكوباية اللي انا هحط فيها وهحط ايه مقدار من العسل يعني ممكن مثلا معلقاء كبيرة من العسل او معلقتين طبعا على حسب اختياركم الناس اللي بتحب تحط سكر بتحط واللي بيحبوا يشربوه من غير سكر هيكون طبعا افضل لكن العسل طبعا مفيد عارفين ان فوائد العسل للبشرة والجسم كمان فوائد كتيرة جدا بيستخدموه لمكافحة حب الشباب مكافحة الشيخوخة بيصفي البشرة بيحسن بعض الحالات الصحية للبشرة برضو بنستخدموه لانقاص الوزن كمان لتخفيف حروق الشمس وبتلاحظوا كمان انه هما بيعملوا منه كريمات اول ما اتحطيها لو اتلا ساعتي او شيء بيكون برضو من العسل غلا معي بالشكل ده مشروب البرتقان بالجنزبيل هحط بقى في الكباية معلقة كبيرة من العسل معلقة خشب ليه علشان المعالق التانية سواء سلستيل او اي معلقة تانية هتتأكسد مع العسل طبعا فالمعالق الخشب طبعا انتشرت جدا في السوق وافضل شيء من اي معلقة تانية هحط المصفى بقى واصفي عصير البرتقان بالجنزبيل بجد المشروب ده لذيذ جدا 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 وخصوصا ان فيه ارفة وكمان الارفة حارقة للدهون بجد مشروب يعني بسيط جدا وسهل ممكن نشربه بارد ممكن نشربه سخن يعني بجد حلو جدا وكفية ان هو بيقوي المناعة وخصوصا البرتقان الايام دي طبعا كتروا من البرتقان كتروا من اللمون لان فيها فيتامين سي طبعا يريد يكون عندكم في البيت كمان فيتامين سي تغدو باستمرار واسألوا طبعا الدكتور كل واحد بيعرف اللي بينزبه وبسيبها شوية بس اشربه هو دافي كده يكون فاتر بجد المشروب ده لذيذ جدا جربوه ان شاء الله هتدعوه لي وطبعا نتحصن بذكر الله ونشربه ونسمي الله نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وان شاء الله بالدعاء ربنا يحوش عنا وعنكم يا رب الامرات والاوبئة يلا نعمل عصير اللمون عصير اللمون الساخن حلو جدا زي ما قلنا فيه فيتامين سي ممكن نعمله بارد وممكن نعمله سخن يعني المهمه ما تغلوهش جامد هعمل ايه همسك حبات اللمون وهقطعها باي شكل يعني ممكن انا قطعها نصين وهقطعها على ربعين واحطها زي ما هي كده بالبزر بكل شيء انا هصفيه بعد كده ان شاء الله واقطع عليها لمونتين ممكن تعملي لمونتين ممكن ثلاثة ممكن اربعة على حسب المئدار اللي عندك وهحط عليها مئدار من المية يعني لو انت هتحطي كوباية هتحطي عليها كوباية لربع من المية وعندي كمان عصير لمون يعني عصر عليه لمونتين بحط عليه عصير اللمون كمان واحطه على النار بس يغلي شوية يعني مجرد ما تغليهوش جامد علشان ما تضيعيش منه الفوائد بتاعته ممكن كمان نحط معا نعناع النعناع بيبقى حلو جدا معاه بيبقى بيديله طعم حلو جدا نحطه زي كده ونقفل عليه شوية يعني انا هخليه بس يغلي غلوة واحدة بس وخلاص هطفي عليه النار اسيبه بس يهدى وعلشان اللمون واشور اللمون استفيد منها وهجيب كوباية برضو تانية واحط فيها معلقتين من العسل وزي ما قلتلكم يعني اختياري العسل اختياري لكن هو طبعا مفيد جدا خصوصا لو عندك نزلات برد وزي ما قلنا هو طبعا بيقو المناعة فحلو جدا العسل ولازم نستخدم المعالي الخشبية وبصفي المشروب بقى مشروب اللمون بصفي عليه لو عندنا نعناع نحط بيبقى حلو جدا لو تحبوا كمان تحطوا معاجا زبيل تاني بتحطه بس انا حبي تواريكم المشروب ده والمشروب ده لكن طبعا ممكن نحط عليه حاجات تانية او اضافات تانية احنا بنحبها بجد المشروب اللمون ده لذيذ جدا جدا يعني مفيد لينا ولولادنا وبيقو المناعة بجد يعني العصرين دولة فعلا فعلا حلوين جدا جربوهم وتقولوا لي ايه رأيكم ان شاء الله وطبعا بندعي ربنا ان ربنا يحوش عننا الامراض يا رب يحوش عنكم ان شاء الله ونكون بصحة وسلامة اهم شيء نذكر الله طبعا ناخد بالاسباب لو في واحد عنده عقص يريد يستخدم المناديل لو حد حسب اي شيء برضو سخونة جديدة او اي شيء طبعا لازم يروح المستشفى الواحد برضو ياخد بالاسباب لكن الواحد برضو يخليها على الله يعني كل شيء بيقدر ربنا وربنا كتبوا علينا اللي كتبوا علينا ربنا هنشوفه لكن احنا بناخد بالاسباب نسأل الله السلامة والعافية ورددوا معايا الدعاء ده تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصنت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك انك على كل شيء قدير اللهم امين يا رب العالمين اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله تستفيدوا منه اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة